موسيقى الحمد لله ممكنت الأشغال المتمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام وكتم هذه الإجراءات دي الجولة أبريل 2024 زيادة العامة في أجراء باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم صافية شهريا هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420 ألف موظف كنتمي القطاعات الطبية الوطنية والتعليم العالي والصحة كذلك كنتخفيض على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأطارين شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة دي الدخل ورفع كذلك من السمك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجراء بنسبة 20% منذ الرصول إلى هذه الحكومة ورفع كذلك من السمك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجراء الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين في تحسين الدخل قد بلغ أبعاد الملايين و250 ألف منهم مليون و250 ألف مضف في القطاع العام وثلاثة دي المليون دي الأجير بالقطاع الخاص وهو ما يؤكد التوجه الديموقراطي والاجتماعي دي الدولة دينا الحمد لله وبالموازات لإجراءات رفع من الدخل مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان وحدة تكون في المناقشة في هذا الضوادي الأبريل وحدة إن شاء الله في الضوادي الأكتوبر كما ستنكب الحكومة بتشاوى مع الفرقاء الاجتماعيين واقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بشريعات العمل وبذلك تجدد الحكومة التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلاً للرؤية الملكية السمية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي وشكراً لكم